اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صحيحا اذا الابدال هو يعني ازالة حرف ووضع حرف مكانه قد يسأل سائل لماذا ابدل يعني لماذا اضع حرف مكان حرف ما الغاية منها احفظوا دائما الابدال يكون من اجل سهولة المطق من اجل سهولة المطق واشرت لكم يعني خاصة الكلمات التي تحتوي على حروف متقاربة بالمخرج الصوتي يكون هلاك صعوبة في نطقها لاحظوا ككلمة مستجزرات السين والشين يعني لاحظوا يعني لو اردت ان اجمع او انطق كلمة فيها عين لاحظوا عين وقاف لاحظوا عق قاع اذا فيها صعوبة لماذا بسبب تقارب مخارج الحروف ايضا لو اخذتوا كلمة فيها مثلا ضاء ضاء وثاء على المثال نجد اذا هذه حروف لثوية فيصعب النطق بها لذلك الجائل الابدال ما هي حالات الابدال التي نحن مطالبون بها ارجو ان تركزوا معي في هذه الحالات الثلاث يعني هي حالات ثلاث نحن مطالبون بها احفظوا الحالة التي ساذكرها الآن هي التعليل الحالة التي سنسميها هي بحذ ذات هي التعليل فاحفظوا ما نقوله الآن الحالة الاولى قال ابدال تائف تعال بطاء ابدال تائف تعال بطاء اذا كان فاء الفعل من حروف الاطباق يعني ما معنى ابدال تائف تعال يعني اذا عندي كلمة على وزن افتعل او مشتقاتها فلاحظوا التاء باللون الازرق هذه التاء تبدل بماذا تبدل بطاء يعني اقوم بازالة التاء واضع مكانها طاء لكن متى متى قال اذا كان الفاء لاحظوا فاء الفعل اذا كان الفاء من حروف الاطباق ما هي حروف الاطباق حروف الاطباق هي الصاد والضاد والطاء طبعا واطلق عليها حروف الاطباق جربوا اط اض 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 لاحظوا ان اللسان يطبق على سقف الحنك من الاعلى لذلك سميت حروف الاطباق اذا لاحظوا القاعدة الان احفظوها تبدل تاء افتعل هيت ازيل واضع بدل منها طاء متى اذا كان فاء الفعل من حروف الاطباق يعني اذا كان الفاء جاصاد اوضاد اوطاء اوضى لاحظوا في المثال استدم لاحظوا الاصل فيها استدم والدليل خذوا الوزن استدم تقولون لي وزنه افتعل لاحظة افتع اضفت اصل صادم فعل ضفنا الف تاء ضيفنا على الميزان الصرف استدم افتعل صحيح اذا الاصل فيها استدم قال لاحظوا فيها صعوب صح استدم في تقارب بالمخارج حروف بين الصاد والتاء استدم فيها صعوب لذلك قال تبدل تاء افتعل بطاء اذا ازلت التاء ووضعت بدال طاء واصبحت استدم استدم لاحظوا الدليل دليل انا عندما يطلب مني وزن استدم طيب صدم وزن فعل اش اضفت الى الف طاء لماذا لا اقول وزن استدم افتعله افتعله وانا افتعله لاني رديت الطاء الى اصلها اصلتاء صحيح اذا نعم ومثلها كلمة اطربة اصلها اطربة قال ايضا بدلنا تاء بطاء لان فاء الفعل جاء من حرف اطباق وهو اضداد وهو اضداد ونقول اطربة ايضا بالنسبة الى الصلاحة لاحظوا افتعله لاحظوا ابدلت التاء بطاء لان فاء الفعل جاء من حرف الاطباق وهو الصاد قد تسأل احدا كنا طيب لو كان حرف الاطباق طاء وانا بدي بدل التاء بطاء اط اط بصير عندي اصلا اط طالعة مثلا كلمة اط طالعة اصلا اط ت اط لاحظوا وانتبهوا الى النطق اط ت لاحظوا اف ت على فابدلت التاء بطاء صار عندي طائن اط ط لعة فبدغم التاء مع بعض بحط شدي واضح هل فهمتم هذه الكلمة طيب جميل اذن هذه هي الحالة الاولى تبدل ت افتعل بطاء اذا كان فاء الفعل من حرف الاطباق يعني اذا جانب الامت قل اصطدم ما هو التغيير الصرف في اصطدم اقول لحظه اكتبه الى التعليل اصطدم اقول الاصل فيها اصطدم 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 ابدل التائف افتعل بطاء لان نفاء الفعل من حروف الاطباق وهو الصاد تمام اضطرب ايضا اذا قل لعلي ما التغيير الصرف في اضطرب اقول له الاصطف اضطرب اصطراب ابدل التائف افتعل بطاء لان نفاء الفعل من حروف الاطباق وهو الضرب اضطلع اقول له الاصطف اضطلع ابدل التائف افتعل بطاء من حروف إطباق وهي الطاء وأدغمت الطائين معاً إذن هذه الحالة الأولى أتمنى أن تحفظوها إذن تبدأ التائف تعالى بطاء إذا كان فاء الفعل من حروف الإطباق ما هي حروف الإطباق؟ الصاد والضاد والطاء والضاء إذن هذه هي الحالة الأولى ننتقل إلى الحالة الثانية الحالة الثانية هي إبدال تائف تعالى دالاً نحظة بالحال الأولى إبدال تائف تعالى بماذا؟ بطاء إذا كان فاء الفعل من حروف الإطباق هنا إبدال تائف تعالى بماذا؟ بدال متى؟ إذا كان فاء الفعل إحدى الحروف التالية إذا كان دالاً أو زاياً أو راءً أو ذال إذن إذا كان دالاً أو ذالا أو راءا أو زايا إذن أكرر القاعدة إبدال تا إفتعلا دالا إذا كان فاء الفعل إحدى الحروف التالية دال أو ذال أو راء أو زايا يعني بكون الوزن إفدعلا صح إفدعلا أصلا إفدعلا صح فأنا لا أقول إفدعلا وإنما أقول إفتعلا لاحظوا بإذ دهرة لاحظوا بإذ دهرة الأصل فيها في إذ دهرة أيضا لاحظوا هنا في إذ دهرة لو لاحظتم في إذ دهرة الأصل فيها إذ دهرة إذ دهرة فلاحظوا هذه التاء تبدل بدال بدلة بدال لماذا؟ لأن فاء الفعل إجا حرف زاي فإذ ذهر إذ تهر تصبح إذ ذهر ومزبلها إذ دان لاحظوا أصلا إذ تان إفتعل ولحظوا أيضا كلمة إذ دعا إذ إذ تعا هيك أصلا إذ تعا فبدلت التا هذه بدال لماذا؟ لأن فائل فعل إجا دال طيب صار عندي دال مع بعض ماذا أفعل؟ أقوم بإدغامهما معا وتصبح إذ دعا بالامتحان يأتيني مثلا كلمة إذ دعا ويقول لي ما التغيير الضرف في إذ دعا أقول له إذ دعا أصلها هذا أصلها هذا لاحظوا إذ دعا أصلها إذ دعا واضح؟ فإذن يعني هنا لاحظوا في إذ دعا كما قلت يعني يأتيني بالامتحان كلمة إذ دعا ويقول لي أعلل أو ما التغيير الصرف في إذ دعا أقول له إذ دعا أصلها هذا أصلها إذ دعا شايفين؟ فأقول له أبدلت التاء هذه التاء افتعل بماذا؟ أبدلت بدال لماذا؟ لأن الفاء هنا فاء الفعل ماذا جاء؟ جاء فاء الفعل جاء دالا ولحظوا أبدلت التاء بدال وأصبح لدي دالين ماذا أفعل؟ أقوم بالدغام الدالين معا إذن هذا هو التعليل الصحيح لهذه الكلمة إذن يعني هذا المطلوب مني إذا جاء بي وقال لي ما التغيير الصرف الذي طرأ على الكلمة؟ أصبح لدي إذن نوعين من الآن من حالات الإعلال وهي عفوا إبدال تاءفتعل بدال إذا كان فاء الفعل من حروف الإطباق وهي الصاد والطاد والطاء والضاء والحال الثانية إبدال تاءفتعل بماذا؟ بدال إذا كان فاء الفعل من حروف الدالا أو ذالا أو داء أو زايا تعالوا لنتناول الحالة الثالثة وهنا أرجو أن ننتبه نحن مطالبين بالحالة الأولى والثانية والجزء الكبير يأتي منها لكن لاحظوا أرجوهون أن ننتبه لاحظوا بالحالة الأولى قلنا إبدال تائف تعل بطاء والحالة الثانية إبدال تائف تعل ببيدال لاحظوا هنا إبدال فاء ننتبه ركزوا معي الأولى كانت إبدال تائف تعل ببيدال إذا كان الفاء من حروف الإطبق والحالة الثانية إبدال تائف تعل ببيدال إذا كان فاء الفعل إحدى الحروف التي ذكرناها هنا الإبدال يكون بالفاء إذن الحالة الثالثة فننتبه إبدال فائف تعل لاحظوا هنا إبدال فائف تعل بماذا؟ هاي الفاء لا أبدل لا أبدل تاء وإنما هنا الإبدال يكون بماذا يكون بماذا يكون ب إذن إبدال فافتعله بماذا تبدل فافتعله تبدل بتاء طيب بالأساس عند تاء هنا شايفين إذن عند تاء وأريد أن أبدل الفاء بتاء رح يصير معي تاء صح الفاء بدلت بتاء والتاء الأصلي صح فلاحظه رح تكون التاء لهيك يعني تاء وربعض فهنا لاحظ القاعدة التي تقول هنا أنني أبدل تاء عفوا أبدل فافتعله بماذا أبدل الفاء افتعله بتاء بتاء فا متى متى قال إذا كان ماذا إذا كانت الفاء انتبهوا إذا كانت الفاء ماذا إذا كانت الفاء ماذا قال إذا كانت الفاء واوً أو ياء واو أو ياء ما معنى هذا الكلام يعني بمعنى آخر أقول ركزوا أعيد صياغة القاعدة حتى تكون أوضح لاحظوا إبدال فاء افتعله إبدال فاء افتعله إذن هذه الفاء أبدلها بماذا؟ أبدلها بتاء رح يصير معي تاءين متى تبدل الفاء بتاء؟ قال إذا كانت الفاء فاء الفعل واو أو يا يعني هل فاء هاي إذا أجت واو؟ الفاء هاي إذا أجت واو أو يا يعني القاعدة بتقول لي قال إيه والله بيقولولي إذا جاءت التاء هاي التاء الأصلي طبعا إذا جاءت التاء بعد واو أو يا يعني نفس الكلام قال تبدل فاء افتعله تاء إذا كانت التاء هيك القاعدة بتقول لي إذا كانت التاء واقعة بعد واو أو يا طيب لماذا لا أقول إذا كانت هل فاء واو أو يا صحيح؟ طيب جميل لاحظوا إذا افتعل هذه الفاء تبدل بتاء لاحظوا هنا نستخدم المؤشر حتى يكون لاحظوا هنا الفاء هذه لاحظوا الفاء بماذا أبدلت أبدلت بتاء متى تبدل الفاء هذه بتاء متى تبدل إلى تاء تبدل إذا كانت هاي الفاء إذا كانت هاي الفاء واو أو إذا كانت إذا كانت هل فاء هاي أو ياء بيجيب شيل التاء هذه التاء وأبدلها لاحظوا بدل بتاء إذن هذا فيما يخص الحالة الثالثة إبدأ الفاء إذا كان فاء الفعلي لاحظوا هنا الفعل أوتقد يعني أنا لاحظوا نحن نقول اتقد يعني آخر شيء أنا بدي يصير عندي تاءين وهالتاءين رح يدغمون مع بعض صح طيب لاحظوا عندي أوتقد هاي الأصل أصل اتقد تبهون وركزوا معي أصل اتقد أصل أوتقد دليل لأنه نحن نقول وقد ويوقد وقود صح وقد ويوقد ووقود إذن الأصل فيها واو فأنا بدي يقول اوتقد اوتقد افتعل طيب هاي التاء تاء ما يواقع بعد واو أو بمعنى آخر هالفاء هاي ما اجت واو فالقاعدة بتقول لي يجب أن تبدأ الفاء افتعل بتاء إذا كانت هالواو هاي إذا كانت هالفاء واو أو اجت واو هون فبدلت مع بعض شايفين صار عندي تاء اتقد جيت للحال التالتي دغمت مع بعض وصار اتقد يعني أنا بكرة الانتحام بجين اتقد بكل ما تغيير صرفه في اتقد اقول له اتقد الاصط في هذا اوتقد فابدلت هذه الواو لاحظ ابدلت الواو بتاء لأن القاعدة تقول تبدل فافتعل تاء إذا كان فاء الفعل ماذا فاء الفعل واو أو ياء شايفين إذا كانت واو أو ياء فإنها تبدل كما اتفقنا إلى ماذا إلى تاء ويصبح لدي ماذا يصبح لدي تاء مع بعض وأخيرا هالتاء هدول أنا بدي أدغمون مع بعض ومثلها في ايتسرة لاحظوا الاصل في تسرة اليسر يسر وعسر ايتسرة طيب ايضا ايتسرة وزن افتعل لاحظتم هنا ايضا لو انتبهتم ايضا جاءت هنا ايتسرة لاحظوا التاء هذه اجت بعد ايش بعد ياء نحن قلنا بعد واو او ياء يعني اذا هالفعل هاي ايش ايجات ياء والمرة السابقة هنا ايجات واو فتبدل هذه التاء ب الياء بتاء تمام رح يصير معي التاء اولى لاحظوا على الشكل التالي ايه وهي التاء الاصلي بالكلمة واتسرة اذا اتسرة صار عندي تاء مع بعض ايش بعمل اذا اجت مع بعض اقوم ماذا قال ب ادغام مع بعض وتصبح لدي ايضا على الشكل التالي فتصبح اتسرة ماذا تصبح تصبح اتسرة فاذا لاحظوا اتسرة تاء مع تاء دغمت مع بعض صار اتسرة يعني بكرا انا بالامتحان بيجين اتسرة مال تغيير صار في الاتسرة اقول له اصلا اي تسرة قال ابدلت الياء بتاء واضغمت التاءين معا لان القاعدة تقول تبدل فائف تعل التاء اذا كان فاء الفعل واوا او ياء اذا هذه هي الحالات المطال اللي نحن مطالبون بها اكرر وعلى عجال ثلاثة حالات احفظوها ابدال تاء التبه الحال الاولى ابدال تاء افتعل بطاء اذا كان فاء الفعل من حروف الاطباق يعني صاب او ض او ط او ض الحال الثاني ابدال تاء افتعل بدال اذا كان فاء الفعل دال او ذال او راء او زايا الحال الثالثة والاخيرة من حالات الابدال ابدال فائف تعل بتاء اذا كانت الفاء واوا او ياء لاحظوا هنا لو قيل لي بيّن التغيير الصرف الذي طرأ على الكلمات التالية مع التعليل هنا لاحظوا واتمنى ان تدققوا هنا معي لاحظوا ادهن لاحظوا بالنسبة الى ادهن قل ما العلة او التغيير الصرف في ادهن اقول له اصلها كذا صح اصل اد تمام اد ت هان اذا اصلها كذا اد اد ت هان فهنا تبدل التاء لاحظوا تبدل التاء بماذا بيدال صح تبدل بيدال واذا نكون هنا تدغم الدالان مع بعض حسب القاعدة التي تقول لي ان تبدل التاء افتعل بيدال اذا كان فاء الفعلي من حروف اعفوا هنا اذا كان فاء الفعلي دالا او راء او دالا او زا وهون اجا فاء الفعلي ماذا ذال هلا لحظة استفى استفى طيب اليس اصلا هيك استفى صح اصلا هيك استفى فابدلت التاء هذه بفاء ابدلت التاء بطاء لماذا لان فاء الفعل جاء ماذا جاء فاء الفعل جاء من حروف الاطباق اصلا استفى انا بقول لون استفى الاصل فيها استفى ابدلت تاء افتعل بطاء لان فاء الفعل جاء من حروف الاطباق وهو الصاد لاحظوا ادخرة ايضا لاحظوا اصلا اد تاخرة اذن اصلا هيك اد تاخرة كمان بقول لون ادخرة اصلا اد تاخرة وهنا القاعدة التانية تبدل تاء افتعل بماذا تبدل تاء افتعل ب دال ايمت اذا كان فاء الفعل دالا والدال هدون مع بعض بدغم وتصبح ادخرة ماذا عن ادخرة وهذه تنطبق لاحظوا التعظة اليس من الوعظ والموعظة موعظة اذن اليس اصلها او اليس اصلها اوتعظة صح الاصل فيها لاحظوا الاصل فيها ماذا الاصل فيها او اوتعظة هكذا اذن الاصل فيها اوتعظة على الشكل التالي صح من وعظة وموعظة إذن أصلا أو ت رح عظة إذن الأصل فيها أو تعظة فلاحظوا هنا تبدل ماذا هنا؟ إبدال التاء ولا الفاء هنا إبدال الفاء فلاحظوا تبدل بدلت التاء وعند التاء الأصلي هذه فتصبح التعظة صح؟ التعظة وتضغم الدالان معا هدول التاءين مع بعض تضغمهم وتصبح التعظة إذن هذا هو يعني التغيير الصرف الذي طرأ على هذه الكلمات إذن نقول باختصار يعني نحن الآن طبقنا على هذه الحالات الثلاث اللي نحن تعلمناها منذ قليل إذن أكرر بالنسبة إلى هذه الحالات نقول الحالة الأولى تبدل تائف تعالى بماذا؟ تبدل تائف تعالى بطاء متى إذا كان فاء الفعل من حروف ماذا؟ من حروف الإطباق إذا كان فاء الفعل من حروف الإطباق والحالة التانية تبدل أيضا فائف تعالى تبدل عفوا تائف تعالى بماذا؟ بدال إذا كان فاء الفعل من إحدى الحروف التالية قلنا دالا أو ذالا أو راءا أو زايا الحالة الثالثة والأخيرة اللي هي تبدأ الفاء افتعله الحالة الثالثة تبدأ الفاء افتعله بماذا بتاء إذا كانت هذه الفاء واوان أو ياء أو بمعنى آخر إذا وقعت التاء إذا وقعت التاء بعد واوان أو ياء وبصير عند التاءين بتغمون مع بعض إذن هذه هي حالات الإبدال